اختار محمود الأنصاري مشروع تربية طيور الزينة في منطقة وادي السير ففي محله بيت الطيور تجد أنواع الطيور وتلويناتها مما يضفي على المشروع جاذبية فريدة سنكتشف في هذا التقرير سحر تربية الطيور من التحضير للرعاية الفعالة مرورا بالتسويق وصولا إلى الاستدامة في عالم مليء بالألوان والحيوية حيث تتحول هواياتكم إلى مشروع مثير يحمل في طياته جمال الطبيعة موجود الكوكتيل عصفور الكوكتيل اللي هو زي العلكت فيه فيه المكاو فيه الكاسكو فيه الكنار فيه الحب فيه الفشر فيه الرز طبعا زيحو عندك هنا الجيل السوري يجب تعال تعال مثل الكوكتيل سهل كثير انتاجه زي الكنار برضو سهل كثير انتاجه زي الحب برضو سهل انتاجه عندنا هون مثلا محلات أو بلبيوت سهل كثير انتاجه من كان روز فيشر برضو سهل انتاجه أما زي المكاو مستحيل انتاجه هنا أو لناس مختصة كثير مختصة يعني معاهم خبرة بالثلاثين واربعين سنة على المكاو مية مية بده بيئة كثير صعب الانتاج فيها والكاسكو كذلك امر بس انه يعني منقدر نحكي أسهل الكاسكو أسهل من المكاو طيب نحكي عن أقبال الناس على هاي الزوائد أقبال الناس جدا قوي على العصفير ببغاءات كثير كثير قوي بطلبوا كثير اه بطلبوا طريقة كثير قوية طعام طبعهم الطعام طبعهم إن كان للكوكتيل طعمهم مثلا باكلوا بذور القمح باكلوا الدخن باكلوا البزر البزر النيطبعا مش الملح إذا باكلوا الملح ممكن يموت موراها مية بالمية نحكي عن نصيحتك للناس ما يطعموهم أي شيء مية بالمية هساء العصفير اللي كان حب أو كوكتيل في البعض بطعموهم مثلا جاج بطعموهم رز بطعموهم العظم مثلا هذا إشي كثير غلط ممكن يعملو السلمونيلا بالدمر العصفير هاي بشكل عام إن ننصحهم إحنا يعطوهم مثلا فواكه خضار طبعا مش كله مثلا زي الكاسكو إذا أكل الأفوغادو بنسي دقيقة بموت بوكل الكاسكو هو الحصنص الوحيد بوكل كل إشي نسعهم بالخلطة اللي إلا كل طيب الخلطة لكل طيب زي الكوكتيل إلو خلطة معينة زي الحب إلو خلطة معينة الكنار إلو خلطة معينة كل عصفير إلو خلطة خاصة فيها مية بالمية للمهتمين بتربية طيور الزينة زيارة مهرض بيت الطيور في وادي السير فهو مقابل مبنى منطقة وادي السير التابعة لإمانة عمان على الطريق المؤدي إلى غرب وادي السير ترجمة نانسي قنقر